اكمل اه بعد كده. اه الاسئلات خاصتنا للسؤال رقم اه ستة وستين بيقول لي بقى بيقول لك اه يعني اه استخدم ده عشان تحجز ووضع اه منفرد يعني بص كده ده سؤال كده يعني يعني عايز زكاء شوية لانه مش قد لكم عبارة عن كزا خطوة. فانت بتبص كده اه بتشوف هنا يبقى الوحيد بقى اللي هنا ما كنت تحجز منها اللي هي معناها حجز. فانت بتيجي على وكليك عليها. بعد ما بتيجي عليها بتبص تلاقي بقى في هاتي حجز ايه اه مش عارف ايه. يبقى انت بتروح للي انت عايزه وعايزي حجز فانت بتيجي على تعمل تاني بقى. فلس يعني ازا بتتابع خطوة خطوة لحد ايه? لحد ما تخلص اه الحجز بتاعك. حتى هنا بتاعت بيقول لك ايه? يعني التابع التعليمات زيت او ايه او التابع التعليمات اللي بيجي لك على جات لك الاوضع بتختار من هنا طبعا مش شايف انا الكتابة مش خطحة. بيختار من هنا اه وتقول له ايه بوك او ايه او احكز. ماشي يا جماعة? السؤال اللي بعد كده بيقول لك عايز واحدة من الجمل دي اهو بيقول لك في الايميل بقى انت محتاج في الايميل حاجة اسمها يوزر نيم وباسورد. يوزر نيم اللي هو اسمك يعني ولكن مسلا اه اسمك اللي بتحطو في اليوزر نيم اي اسم بقى خلاص? بتختارو. اما حاجة اسمك ده او زي انت مكونش مقرر او مكونش قبل كده. لان لازم يكون وحيد من نوعه. تمام? اه الباسورد نحطها انت بقى زي ما انت عايز. خلاص? يبقى اي ايميل عايز وعايز ايه عايز باسورد. ويكون اتنين صح بحيس تعمل على ايه? على ايميل بتاعك. او تقدر توصل كويس? على ايميل بتاعك. لانك انت لو نسيت اي حرف من عمرك ما تدخل عليه على ايميل. السؤال بقى كده. عايز هنا عايز اجماعة جملتهين بيعبروا عن الكوكي والكاش وعنى فيه الكوكيز والكاش عارف نوع من كده. الكوكي عبارة عن سمول فايل سنت يور كومبيوتر. عبارة عن ملفز غير بتبعت للجهاز بتاعك. لما انت بتزور ايه اي موقع. طب الكوكيز بقى اهو. او الكاش مخزة. الكاش آآ انت بتزور موقع كل ما تزور موقع آآ يعني زلت مصلا موقع الاول مرة بتلاقي صعب يفتح معاك. لو فيه صورة ولا حاجة. تاني مرة بتلاقيه بقى بيحمل آآ اكتر. ايه اللي بيعمل كام ده? اللي هو الايه الكاش. يبقى الكاش بيساعد آآ اللي انت زورتها مؤخرا. إنها تحمل بسرعة ايه? بسرعة اكتر. السؤال اللي بعد كده نجاب لك آآ الاوت آآ لوك. وجاب لك الامبوكس. عايزي بيه? بقول لك مارك زي زي مسج فروم روب وينسون. علم آآ المسج اللي هي من روب وينسون. اللي هي يا جماعة التاني ديات. خليها انريت. تيجي عليك كده كليك كمين? ماشي? تيجي عليك كليك كمين? وتقول له. تمام? آآ السؤال اللي بعد كده. جاب لك هنا برضو. النيو آآ مسج في الاوت لوك. وبقول لك انتر زي فريز كامباني ميتنج. آآ دخل جملة كامباني ميتنج. في الحق للمناسب. عشان توضح. خب لك قوي بقى بقول لك ايه? عشان توضح. what are the message is about? آآ الرسالة بتدورها عن ايه? طبعا ما قال لك الرسالة بتدورها عن ايه? يبقى يقصد ان يحط في السبجيكت. موضوع رسالة. بقول لك عليك بس انك انت تجي ترفينا بالموز تكتب وبعد تكتب قول له ايه? سنت. السؤال اللي بعد كده. بيقول لك زا ايميل ميسج. برضو هو الحوار هو. الامبوكس بيقول لك انقل الايميل ميسج فروم جيمس آآ كوريجن. اللي هي اللي هي بتعلم بالعام ده. خلاص. تو زا فولدر. انقلها الفولدر اسمه درافتس. في كده على رسالة. كليك ايمين. وفي امر اسمه موف تو فولدر. يعني آآ نقل لمجلد. بتختاره. بتحدد اي مجلد بقى. اللي هو درافتس. بتقول له ايه? اوكي. ماشي? متوسع لي جدا. بعد كده نجيب لك برضو ايميليات. بقول لك زا ايميل احزف الرسالة الايميل اللي جاية من سينة كايل. فين سينة كايل? اهيه. بتحددها. وتيجي عليها. ممكن تجاهلها ليتنيا عطول من هنا هو. ماشي يعني تحددها وتقول دليت. او كليك مين? يعني اهل الحل? او كليك مين كده? وتقول له ايه? وتختار امر دي اللي هو ده. بس? يبقى انت حر بقى تحددها هنا. او تجي عليك ليك مين? وتختار ايه? دليت. السؤال اللي بعد كده. بيقول لك اه احزف اه 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 او المتصل او الشخص الاسم روب ويلسون من المجموعة اسمها سيلز. الاول طبعا بتروح كده هو فتح لك الموضوع. بتيجي الاول على سيلز تفتحها. يعني بتيجي عليك لك كده. يبقى انت يبقى مين يبقى اللي في سيلز اهو? وويلسون روب. خلاص? وبطوله فيها. انت عايز احزف واحد فيهم. بتحق بتعلموا كده? خاص? وتجي عليك ليك مين? وتقول له دليت. ماشي? يبقى بالفضل واحد بس فين؟ فين من معادية. السؤال اللي بعد كده. بقول لك ويتش وان اف زي ستتمنتز استرو. عايز جونة من دول صح. بصك يا جونة تانية. بقول لك انكريبشن اللي هو تشفير. تشفير بيمنع اليوزرز المستخدمين اللي غير مستطلح لهم من قراءة البيانات. خبالك? ليه بقى? لان معنى يعني بيخليه بيخليه مشفر بشفرة معينة ما يقدرش يقرأها الا ازا كان حد عارف شفرة ديت. لكن اي حد تاني ما عافش ما عافش ايه? اه يقرأ اه رسالة. اه بعد كده بقول لك اول جملة بقول لك انكريبشن لسه جامل شوية. الجملة التانية اللي هو راح هتقول بقول لك انكريبشن تشفير بيحول البيانات بيحول البيانات بشكل ما بحيث لا يمكن فهمها. اكي يا جماعة? بس وقال لي بعد كده. هو ستة سبعين. بيقول لك. آآ زيس براوسرز. عاز يعمل جماعة للهيستوري. اللي هو عبارة عن آآ آآ بيسجل بيسجل اسماء المواقع اللي انت دخلت عليها في آآ في الايام معينة يعني مسلا دخلت دخلت بيديك المواقع دي. خلاص دخلت بيديك المواقع. انت عايز بقى تعمل كليل ده. منين بقى? بتروح على قيمة تولز. وبتيجي من تولز تختار انترنت وبتيجي الهيستوري هو. تختار ايه? تبقى عليها وتقول اوكي. طيب سؤال اللي بعده. بيقول لك خلي الايميل التاني اللي هو اسمه اللي هو ده. ازا اكتف ايميل. ده الاكتف اللي عرفك ان احنا دغطين عليه. فهو ظاهر قدامناه. هو عاد بقى يخليه وراه اللي هو ده هو الاكتف. بتيجي عليك الكشمال. كده. تمام? السؤال اللي بعده. اه برضو منديك الانبوكس تحت هو ده الايميل. بقول لك جاوب او رد على كل واحد زيت رسيفد سين وايتس ايميل. اللي استلم الايميل بتاع سين وايت. فين بقى ايه بتاع سين وايت? بص كده كده معي. اهو. سين وايت سين. اللي هو ده. بص? عايز يبقى. عايز يبقى رد اه للخطاب ده لكل الناس. او يكتب فيها الجملة ديت. وبقول لك ايه? 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 من غير ما تفتح رسالة. فانت بتبقى تعالى مع رسالة. اللي هي اه وبتيجي بقى اختار ايه? اه? اختارها بيجيب لك الحوار ده او بيجيب لك الشكل ده. تمام? بتيجي بقى اختارها هنا كده. بتكتب بقى الجملة دي. اللي هي تكتبها مع اكتبها. خلاص? تقول له ايه? بس اللي بعد الكاتر. خمتسار سبعين. بقول لك عايز اتنين من الجملة اللي جاية. عن تنظيم الايميل بتاعك. ايه كلمة عن تنظيم الايميل بتاعك. طيب بس كده. بقول لك يجب ان تقرأ الايميل. يعني ما فو التعرف وتقرأ الايميل وتعرف اللي جواه? قبل ما تنظمه. بحيس تصنفه. ده هيروح فين? وتبع عن ايه? بعد كده. بيقول لك. رسالة الايميل. ممكن تتخزن. ممكن تتخزن اه بشكل هجائي. يعني مسلا الايميل اللي بيبدأ بحرف الايه? الاول. التاني. وهكذا. تمام? سؤال رقم تمانين. بقول لك عايز جملة من اللي جاي خطأ. بصدك كده اخر جملة. بقول لك مستكشف الويب. موقع تستطيع من خلاله انك انت تقدر تدور او تمام البحث. عن المعلومات في الويب. طبعا كان من غلط. مش الويب براوزر هو اللي بيعمل كده. ده اللي هو بحركة البحث.